أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المعين القائد الأول وسيد المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم وبعد أخي اللواء الركم العماس قائد المنطقة الشرقية أخي اللواء حسن قائد الفرق 11 الأخي الجنرال عبدالوهاب دفاع جوي المنطقة الشرقية الأخوة للقادة الأماجي السابقين قادتنا عيسى تيراب واللي في صحبه وفي رفقته الأخوة أحيان القضائف وكل الحضور اللي أمامنا من الضباط ومن الصف الجنود من المنطقة الشرقية ومن الكتيبة الكتيبة الاستراتيجية وكل الموجودين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله الحمد لله اللي يسر لنا إنه في هذا اليوم المبارك من هذه الأيام المباركات في رمضان ذات وفي أيام مباركة زيادة فيها باركة زيادة مش كده يا شيخ يوم سبعتاشر رمضان هذا يوم مبروك زيادة إنه في هذا اليوم إنه نكون نحن معاكم في قضارف الخير نحن جينا نقول للناس أو نحن جينا نسلم على الناس وقبلها أرجو أن تسمعوا لنا وبلغكم تحايا أخ القائد العام للقوات المسلحة الفريق هو العبد الفتاح البرهان وكل أعظام بس السيادة وهيئة الأركان يولغوكم خالص التحايا وأيضا شاكرينكم وجاكم كثير لكن يخصكم بتهية ويخصكم أيضا بشكر الله أكبر الله أكبر نعم نحن يعني في هذه الزيارة نجي مسلمين ومتفقدين ومطمئني وللوقوف على أي جوانب بتاعة قصور حتى أنه نستكمل ما تبقى من المهمة وإن شاء الله الباقي شوي إن شاء الله جاهزين ألا ما جاهزين لمدني جاهزين ألا ما جاهزين أنا مما نزلت الناس بيسألوني مدني بتين أنا بسألكم مدني بتين بسألكم انتو مدني بتين جاهزين يا مدني إن شاء الله مدني جريب وكل السودان جريب وما مجيب إلا في الطين إن شاء الله بإذن الله فده السؤال للقوال الناس بيقول ليه مدني بتين فأنا الأن أخذت منك بحث إنه مدني جريب إنه في السارة الشرقية كلهم جاهزين مش كده جماعة بإذن الله وتوفيقه وأيضا مطمئن الناس إنه يعني قواكم في كل الجبهة بفضل الله أول بفضل الله كل بفضل الله شوف ما في حاجة بيتزول كل بفضل الله وتوفيقه إنه أن إحنا في أوضع أحسن ما نكون وقواة المسلحة لا تقاتل براها معهم المجاهدين معهم الكتائب الاستراتيجية معهم أبناء الوطن المخلصين أنا يعني ساعدة جدا لما لجيت عدد من ضباطنا المتقاعدين موجودين في الصنفون الأمالية شغالي النفر موجودين مع الناس ناسيات دوحيسة والجيد الفريق هو المصطفى وعدد كبير جدا من النخوة من الضباط والضباط الصف الأبسين فنائم وحايمين بندقية مع الناس فالشغل ده حق الناس كله يا جماعة أصلا صحيح العنوان هو القوات المسلحة لكن هذه الحرب يا جماعة هي حرب بتاع الشعب معركة بتاع كرابة شعب عشان كده كلنا شركاء في هذا العمل وفي هذا النصف إلى أن نصد هذا العدوان وانطهر بلدنا من الدنس الذي لعق بها وبإذن الله وبفضل الله قادرون على ذلك وقريب جدا إن شاء الله فانطمن الناس إن قواتكم في كل الجبهات إن هي في أفضل ما يكون ونفس الرغبة اللي عندكم دية والعزيمة اللي عندكم دية عند أخوانكم في كله برضو مستعجرين وزعلانين ودارين نصلوا ودارين نخلصوا عشان بعتاكم نشب باقي الحساب وبالمقابل المتمردين في أسوأ حالاتهم بط أسمعوا الكزب بتاعهم يقول لك سوين إدارة مدنية في مدني كذابين إدارة مدنية شنا بتعرفوا بيسواء في مدني وكذا وكل يمضي عيات وكل يمشاعات ده كله عشان ما يرفع الروح المعنوية لقواته مسير من المعلومات مدد تبسق وكذا وحنعمل وحنعمل نعمل والله شي بير ما يعمل حاجة واحدة إن شاء الله بإذن الله ما يعمل عشان كده احنا مطمئنين صحيح الناس تعبد مواطنين تعبد عندهم مشاكل كثيرة جدا للناس الناس بربيوت أكيدة في مشكلة ظروفة هو الوضع الإنساني سيء وكذا 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 فالناس مستعجلة لإنها ترجع قياسا بالحال وبالذلك كلكم عارفين كلنا مستعجلين لكن كل أجل كتاب مش كده جماعة كل حيا ربنا كاتبتكم بتاني وإن شاء الله ده كله بفضل الله أولا وبالتدبيركم وبعزيمتكم وبتخطيطكم وبعون الناس الموجودين ده كله إن شاء الله هيا إحنا نصل وفي فترة قريبة جداً نقدر يعني نطهر هذه البلاد ونرجع الأمور إلى ما كانت عليه وإلى ما هو أفضل بإذن الله الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكبر